اشتركوا في القناة بحوالي 9.5 مليون وفا حول العالم سنوياً عام 200970 مليون شخص بالغ كان عندهم ارتفاع بضغط الدم من المتوقع ارتفاع العدد إلى حوالي 1.6 مليار عام 2025 السبب هو نمط الحياة المتمثل بقلة النشاط ونظام غذائي غني بالملح والدهون والأغذية المصنعة والتدخيل والتوتر يعني المشاكل المعتادة للوقاية كثر يا سعيد من أكل الخضار والفاكة الغنية بالألياف وركز على البوتاسيوم الموجود مثلاً في البرتقال والموز والتين والفاصولية والروم وطبعاً لا تكثر ملح في الأكل وتوسيلة الأطباء المعتادة ابتنى عن التدخيل وفحص ضغط الدم بشكل دوي وللناس العصبية النفس سعيد هدوا عصابكم عدوا للعشرة وليش ما تمارسون اليوغا وعصابكم دوم صحة وسعادة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر